اشتركوا في القناة ومن أصول أهل السنة التصديق بكرمات الأولياء وما يجي الله على أيديهم من خارق العداد في العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات من أصول أهل السنة جماعة الاعتقاد بكرمات الأولياء نعم دل على ذلك الكتاب نعم الكتاب والسنة وإجمع أهل السنة والواقع يثبت ذلك والواقع يثبت ذلك فإن السنة المتوترة أثبتت ذلك ولأن الله جل في علاء بيّن هذا في الكتاب لا سيما في من يعتقد بأن الخضر ولي وليس بنبي لا سيما في من يعتقد بأن الخضر ولي وليس بنبي فما حدث مع الخضر لو كان وليا حقا كما يقولونك سمع مسلمة الكذاب قال مسلمة الكذاب له أتؤمن بمحمد نبيا قال نعم قال أتؤمن بي نبيا قال لا أسمع فرد عليه وقال أتؤمن بمحمد نبيا قال نعم قال أتؤمن بي نبيا قال لا أسمع فقطع أذنه ثم أدرم النار وألقاه فيها لم يحرق هذه كرامة وهذه عمر المخطاب أخذه يقبل فيه ويقول الحمد لله أراني في أمة محمد من يحدث معه مثل ما يحدث مع حدث مع إبراهيم عليه السلام ولابد أن تفهم أصل أصيل هنا الكرامة للأولياء هي توضع في ميزان معجزة الأنبياء الكرامة الأولياء توضع في ميزان معجزات الأنبياء والكرامة والمعجزة وتلاعب الشيطان نعم الذي هو السحر الكرامة والمعجزة يتفقان ويفترقان يتفقان في خوارق العداد بهما خوارق العداد ويفترقان أن المعجزة تكون للنبي للتحدي النبي يظهرها ويشتهد في إظهارها ويتحدى بها لأن الله أعطاه إياها ليتحدى بها وعلى مثلها يؤمن الناس والكرامة يجب على صاحبها أن يخفيها خوفا من الرياء والسمعة ولا يريد بذلك سيأتي الأسيرة تكون بعد الدرس فيخفيها لأن النفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة وبالاستقامة تكون الكرامة وقد حدث كثير من الكرامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قبلها عشان نبين قبلها في مسألة الخوارق العداد حدثت الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى شجرتين فأتت كل واحدة سريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتأم حتى قضى حجاته ثم ردهما إلى مكانهما وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جزعا من النخل نزل له نزل إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة ثانية ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب كان يستند إلى عود والعود يأن يأن العود فيستند إلى عود فيأن هذا العود لأن النبي استند على المنبر يخطب على المنبر وما سكت حتى نزل النبي وضع عدو عليه النبي هز خشبة فانقلبت سيفا هزها فانقلبت خشبة خشبة انقلب سيفا نعم ومثل هذا كثير مثل هذا كثير أما في الأولياء فانظر إلى ما حدث مع الصحابة أول الصحابة كرامة تحدث مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن الطعام يأكلون منه ويزداد لا يقل ويسمع تسبيح الطعام ومن ذلك أيضا ما حدث لعمر وإن كان الحديث في ذلك ضعيف صراحة حديث ذلك ضعيف لكن يستانس به عندما قام يخطب فقال الجبل للجبل يسارية الجبل للجبل يسارية تعجب عبد الرحمن العوف بعدما نزل على المنبر قال له عبد الرحمن العوف يا أمير المؤمنين ما أحب هنا العام يسمعون لك يقولون كيف خرج أمير المؤمنين من كذا إلى كذا قال والله ما أدري إني وجدت سارية ومن معه في مأزق وعلمت أن نجات لهم أن ينحازوا إلى الجبل فقلت الجبل للجبل يا سارية الجبل للجبل يا سارية وسارية بعدما جاء بشهر بعدها بشهر جاء قال كنا في حالة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه فسمعنا صوت عمر يقول الجبل 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 يسارية يعني يلزم الجبل يسارية قال فحصتهم إلى الجبل فأنجان الله من يدي الكافرين الغرض المقصود أن هذه أيضا كرامة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير كان يقوم يصلي من الليل فتنزل ظل من الأنوار عليه سرج فكان يتعجب فذهب فسرد ذلك للنبي فقال النبي تلك الملائكة نزلت تسمع قراءتك في القادسية سعد بن أوقاس ومن معه العجب العجاب أنه ما من خير إلا وتأتي سخر على الماء فيمشي عليها فمشوا جميعا على الماء فمن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات الأسانيد لكن استأنس بها في هذا الباب ففتح الله لهم ما لم يفتح لغيرهم بحال من الأحوال عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه كان من أعظم الناس توكلا على الله جلال فعلا فكانت الملائكة تنزل من السماء فتسلم عليه فكانت تنزل تسلم عليه حتى اكتوى قال فاكتويت فامتنع السلام قال فرجعت ورجعت عن ذلك فرجعت فرد الله لي السلام يا عكاة الملائكة تسلم عليه وكل هذه كرمات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث مع التابعين أيضا من الكرمات فهذه عقيلة أهل السنة وجماعة في قوله من خوارق الأعدات قلنا خوارق الأعدات معجزات وكرمات قوله في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات فهنا الكرمات نوعان علوم ومكاشفات وقدرة وتأثيرات علوم ومكاشفات هذه كالإلهام كما قلنا من كان يؤمن بأن الخضر ولي يا رب أرضى عنك حبيبي بالله أنا أسمى خذ خذ هذه الأهم أهل خادر قالوا هذا إلهام لأنهم يعتقدون أنه ولي والصحيح أنه نبي وهذا وحي نعم لكن عمر بن خطاب في التصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال قال لو كان في الأمة محدث أو كان في الأمة ملهم لكان عمر بن خطاب ردي الله عنه أرضاه فهذا من العلوم والمكاشفات وليس من العلوم والمكاشفات الغلو فيه في قولي حدثني قلبي عن ربي لا في هذا الباب يكون إلهاما وتكون المقدمة مرتبطة بالنتيجة فتظهر النتيجة بجلاء في هذا الباب فأكون يفتح له كما قلنا وممكن أن أقول أنه يسمع أصواتا نعم وممكن يرى أشياءا لا يرىها غيره يسمع أصواتا لا يسمعها غيره يعني يرى الملائكة هذا الذي أريده يرى الملائكة ممكن يسمع للملك ممكن يسمع له لكن كما قلت يسمع أمورا قد لا يسمعها غيره قد يسمع الأموات يعذبون وهذا حدث من ابن عمر رضي الله عنه رضاه براء ملكا يأخذ رجلا وإضربه بمرزبة ويسعد إلى أعلى وينزل إلى أسفل وسمع أيضا أصواتا فقد يسمع الله ما لا يسمع غيره كرامة وقد يريه الله ما لا يرى غيره كرامة هذا الذي قصد ابن التامية فيه بالعلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالذي يحدث كما حدث من المعجزات للنبي بانشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر بتحويل الخشب إلى العصى إلى سيف فيكون هذا الثاني من أنواع القدرة والتأثيرات كما قلنا في هذا الباب أيضا بأنه يمكن أن يأخذ من مكان إلى آخر في التو والحين أنت رأيت كيف قال له الجني قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال قبل أن تقوم من مقامك نعم هذه الكرامة على القسمين العلوم والمكاشفات القدرة تأثيرات وهي في خوارق العادات للمعجزات للأنبياء وكرمات للأولياء قد تكون وتحدث خوارق العادات لمن لم يكن على السوية ولم يكن على الجدة فيكون من خدمة الشيطان له من أجل أنه يصرف له العبادة من دون الله جنة فعلها ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتوا من الإنس وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا لذلك علماءنا قالوا مع أن عقيدة أبس سنة جماعة الإيمان بالكرمات نعم وأنها تكون من الأولياء والصفة معلومة لمن وأيضا من أهل السنة وجماعة ما لهم من إثبات هذه الخوارق لأهل الإيمان وأيضا والاعتدال وأيضا الأهل لأهل الحيدة والعصيان لكن يقولون أنها من تلاعب الشيطان لذلك قالوا أن الكرمات إن وجدناها واجب علينا أولا أن نتوقف فننظر في من حدثت له الكرامة من حدثت له الكرامة فإن وجدناه منقادا متبعا موحدا حقا فاعلم أن هذه الكرامة من الرحمن فإن وجدناه مبتدعا ضالا حائدا عن الطريق فاعلم أنه من تلاعب الشيطان وهنا يأتي كلام إمامنا إمام المذهب الإمام العلم الإمام الشفعي وهو يقول إن رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعده حتى تعرضه على الكتاب والسنة فإن وافق فاعلم أنها كرامة من الرحمن فإن خالف فاعلم أنه من تلاعب الشيطان فاعلم أنه من تلاعب الشيطان والولي هو الذي قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات كما قلنا في هذا الباب نعم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولهم يحسنون الذين أمنوا وكانوا وكانوا يتقون قال وهنا ضرب أمثلة قال كالمأسور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها عن صادر هذه الأمة من الصحابة والتعين سالفرق الأمم وهي موجودة اليوم الناس هذا أو إلى يوم القيامة نعم والكرامات موجودة إلى يوم القيامة وكما قلنا أن الكرامات نعم موجودة إلى يوم القيامة وكما قلنا بأنها لابد أن تتوفر فيها الشروط الشروط التي تكلم عنها العلماء وأنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم قادا لكتاب الله جل في علاه فالكرامات لا تنتهي بحال من الأحوال إلى يوم الدين حتى حتى تقوم الساعة لأناس يقولون لا يقولون في الأرض الله الله قال ثم من طريق أهل السنة الجماعة اتباع أصار النبي ونحن على مشاهد الانتهاء اللهم سعدنا بانتهاء هذه الكتب وغفر لنا الزلات والسقطات والأهنات وأنت أرحم الرحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر